في غضون ذلك طلب نواب عن خمس محافظات بإعادة التصويت على تقسيم الدوائر الانتخابية مؤكدين أن التصويت في جزة سبت الماضي تم بعد اختلال النصاب القانوني ذكر النائب قاسم الفهداوي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب آخرين أن نواب محافظة الأنبار وكاركو كواديا لونينما وبغداد ثبتوا اعتراضهم على ما حصل في الجلسة السابقة فيما يخص تقسيم الدوائر الانتخابية على عدد كوتا النساء أن التصويت تم بعد اختلال النصاب القانوني وبذلك يعد إجراء التصويت باطلا ويطالبون بإعادته